فيلم الثقافي كمان كان تجربة غريبة قوي بس كان تجربة كوميدي يعني الحقيقة انت كنت كلكو كنت انت أحمد عيد أحمد عيد أحمد رز فتح عبدالوهاب كان كاست كبير ولا وأسماء كتير قوي كانت موجودة في الفيلم يعني بعد فيلم ثقافي وبعد أصحابي لبيزنس بيجي في الترتيب جاء بعد كده عملت كيمو أنتيمو مع الراحل والجميل والرائع رحمة الله علي عامر ونيب كان من الأفلام اللي أنا مستمتة عندنا شغال مع عامر عامر ده إنسان رحمة الله عليه يعني ذكره جي من أروع الناس يتقبلها في حياتك يعني أحد طيب جدا جدا تعامل مع كل الناس بنفس كان صديقي جدا حقيقة تعلمت منه كتير وكنت أحبه أوش تعلمت منه كتير يعني كانت من الأفلام اللي أنا بحبها جدا بعدها تولى بقى أول مرة تحبه البيو سيب ونسيب وبعد كده دخلت على الدراما بقى التلفزيونية مع العظيم والرائع رحمة الله عليه أستاذ اسماعيل عبد حافظ عملت معا كناريا وشركاة من الشخصات لها بحبها ويمكن الشخصية دي أستاذ عالي الإمام يكلمني فيها يعني قلت لفوق جالي بقول لي أنا عالي الإمام فعلا ما تحذرش مش وقت تحذر أنا عالي الإمام وبقولك بتاكل منجز زي وكان هو في فحست بثقة أن أستاذ عالي الإمام يكلمني على مشهد في في مسلسل أستاذ اسماعيل عبد حافظ كناريا وشركاة وده كان تعريف الراحل رحمة الله عليه أستاذ السماع أروا كاشا يعني حبة حبة بقى اشتغلت تعرف يعني فيه سنين ممكن ما اشتغلش يعني ما بقاش بتعمل إيه في السنين دي؟ يعني أنت النهر ده خلاص يعني أنت تجردت من كل شغل وخليت الفن هو المهنة الرئيسية بتاعتك عملت إيه في حياتك؟ يعني بتصرف منين؟ بحاول أشتغل في البيزنس بحاول أعمل حاجة يعني يعني إيه البيزنس الممكن تعمل؟ يعني أنا عايز أقول لك حاجة أنا عملت حاجة أنا وانا بعد أصحابه لبيزنس أنا ما كانش فيه شغل كان بيجي لي أفلام عجيبة شوية كان القرار إن أنا مش هسيب مراس لأولاد وحش على الشاشة للدرجات دي أترى أنت كنت حريس أو أنك أنت صورتك وشكلك وأفلامك تبقى أخور بيها يعني قد كده كنت حريس من أنت صغير إن ما يكونش فيه نقطة كده جري في الثوب الأبيض بص هي كل شيء قدر لكن أنا كان دايماً في دماغي أولادي في دماغي معتصم مناقر يعني إيه اللقات اللي كنت عندك مثلا؟ إيه الممنوعات؟ إيه المحظورات اللي أنت قلت لأ؟ يعني حاجات يعني كتير يعني فيه لقات كتير أو ساعات بتجي لك إنك تبقى بتطرح فكرة مش صح إنك بتأيد منطق مش طبيعي فيه ساعات تعرف إحنا في زمان كنا بنسمع جمل في الأفلام وناخدها قاعدة وبعد كده أكتشف إنها كانت هزار يعني يخبرك يعني أنت فده كان بالنسبة لي كان موترني إن أنا أملي على جيل معلومة غلط فيطلع يجبر فيبقى واخد المعلومة هي كده وإن فجأة يلاقي حاجة تانية خالص موضوع مش كده لها كان إفه وتقال وإحنا صدقناه ففي حاجات كتيرة ولأك ما كبرت خليت بقى ابني بقى وبنتي يقروا علشان هما خلاص ذهوا بقى لأ بابا أنت بشتغلش كتير ليه يعني يعني أنت ليه بيجي لك شغل وبتاعه فإقروا الوراء وقولوا يرأيكم لو عجبكو أنا هاشتغل ففي الأول طبعا بيبقى فيه مبهار وبتاع ووقفيش وحاجات وهتبقى أنت والبتاع تماما بابا ظنه وبتاع بعد فترة أسبوع ثلاثة أيام يبدأ هما يراجعوا نفسهم لا ما تعملش ذا فخليتهم هما أنت من نوع اللي ممكن يقري مثلا المدام والأولاد لا يعني المدام مش قوي أنا هميني الأولاد يعني هي طبعا لها وجهة نظر بس تبقى عارفة هي ده عاد تختلف عندما تقبل الدوريا طارق كتير سعب يا حسن ما بقدرش تختلف وانا مش عارف أنام مش عارف أنام مش أنا بقولك أنا في المقدمة أنا قلت الرجل فنان عنده ضمير حي أنا ما كنتش ببالك الله يخليك لا والله يعني هي مش حاجة يعني أنا مش عامل حاجة فريقة أنا ده بعمل الطبيعي يعني ده الشيء الطبيعي اللي يخليك تتحمل مسؤولي بباشر أنت تعرف إحنا شغلتنا في الميديا وفي الصدقة جارية وسيئة جارية أنت هتقدم إيه ربنا صحة الله تعالى قال لك يلا قول هيشوفوك ألف ألفين مليون هتقول لهم إيه فهتقول لهم إيه دي بيتقرقني بتخليني ببقى الآن جدا